اكد نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح محمود العلول ان المقاوبة الشعبية في بلدة بيتا جنوب نابلس ستتواصل حتى تطهير جبل صبيح من المستوطنين وجيش الاحتلال ورفضا لمحاولة الالتفاف على الجهد الذي قام به اهلها من خلال تحويل البؤرة الى مدرسة دينية او غيرها واشار العلول الى ان النجاح الذي تحقق في بيتا بانسحاب المستوطنين من البؤرة الاستيطانية جاء بسبب التضحيات والاسرار على التمسك بالارض والتشبث بها واوضح ان المقاومة الشعبية في بيتا تميزت بشكل كبير وكانت على اوسع نطاق بمشاركة كل اهالي البلدة وهو ما قاد لتسجيل هذا النجاح